أريد أن أتكلم مع حضرتك عن علاقة مصر بدول القرى السمراء خلال الفترة الأخيرة ويمكن حضرتك أشارت النقطة مهمة جداً وهي نقل التجربة المصرية في مجالات متعددة إلى القرى السمراء عشان يكون في تعاون استراتيجي ما بين القرى السمراء وقرى أوروبا لازم يكون في بنية تحتية قوية أعتقد أن مصر ساهمت خلال الفترة اللي فاتت في تحسين وضع البنية التحتية في دول أفريقية عديدة بالضبط لو إحنا بنتكلم على حدود قدرات الدولة المصرية الدولة المصرية بازلت في حدود قدراتها كل ما يمكن من أجل نقل خبراتها الكاملة أو الخبرات الفنية أو الخبرات اللوجستية أو خبرات التشييد والبناء لمختلف دول القرى خاصة دول حوض النيل في مجال الاستثمارات في مجالات الطاقة في مجالات بناء السدود في مجالات مكافحة الإرهاب في مجالات مكافحة الفساد إذن أنت بتتكلم عن جهود مستمرة يمكن بدأت قبل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي واللي تووجد برئاسة مصر الاتحاد الأفريقي يعني علشان نبقى فاهمين الوضع لازم نتفهم وضع الدولة المصرية في القرى الأفريقية في 2013-2014 كان عمل إزاي ومع بدء تطبيق الاستراتيجية المصرية للتعامل مع محيطها الرئيس الحاضن الرئيس لأمنها القومي بنتكلم عن القرى الأفريقية والدائرة الأفريقية إذن مصر قدرت تنقل هذه العلاقة إلى مرحلة غير مسبوقة من التعاون الوثيق وده منح للدولة المصرية الحق في الحديث باسم القرى الأفريقية في العديد من المحافظ يعني خلي بالحركة أن السيدة الرئيس كان راجع من الصين وكان يمهد للقمة الأفريقية الصينية القادمة السيدة الرئيس ما بيروحش أي لقاء من اللقاءات الصينية المباشرة أو اللقاءات في أي تجمع على مستوى القمة أو على مستوى المنتديات إلا هو بتكون أفريقيا حاضرة في أجندة السيدة الرئيس وده بيعكس اقتراب غير مسبوك في التعامل مع هذه القرى وفقا للمنظور المصري التعاوني في التعامل مع هذه القرى الدولة المصرية بهذا الاقتراب التعاوني بتحقق نوع من أنواع الأمان وتقليل حدة الفجوة في العلاقات بين الشعوب إزالة الانطباع السائد في فترات سابقة عن علاقة الشمال الأفريقي بالجنوب الأفريقي مصر قسرت كتير من الحدود في هذا الإطار ولازم نتوقف عند الرئيس السنغالي وزيارته قبل توليه مباشرة الرئاسة لحاد الأفريقي إلى جمهورية مصر العربية ولقاءه بفخامة رئيس عفتاح السيسي في نعكس كبير جدا لتأدير مكانة الدولة المصرية والاستفادة من خبرات مصر في التعامل مع قضايا القرى الإفريقية الشائكة والاستفادة من هذه الرؤية من أجل طرحها في المنتديات القادمة يمكن ده انعكس على التفاعل الاتحاد الأفريقي في داخل جلسات ومنتديات الحوار في القمة الأوروبية الإفريقية وكان ليه تأثير واضح في هذا الإطار الاقتراب المصري الأفريقي اقتراب مش جديد مصر دولة بتهتم بالقرى الإفريقية على مدى عقود طويلة يمكن احنا ساهمنا في قضية التحرر ساهمنا في قضية دعم بناء علاقات قوية مع دول البقرة الأفريقية خاصة الدول الفرانكفونية وقت تولي دكتور بوترس بوترس غالي وزارة الدولة للشؤون الخارجية أسس هذه العلاقات على هذا النحو الذي يمتن علاقة مصر بالدول الأفريقية خاصة الدول المنتقى بالفرانكفونية انت النهاردة بتتحول إلى مصر أوسع كتير جدا انت بتعيد تطبيق هذه السياسات التي أسسها الأباء ولكن في التعامل مع كافة قضايا القارة والتحدياتها من منظور تعاوني جديد